قال القضاء كلمته وردت دعوة حل البرلمان التي قدمتها أكثر من جهة سياسية بعد طول انتظار وترقب لمصير مجلس النواب الحالي على طاولة المحكمة الاتحادية التي رأت بعين الدستور أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب المحكمة أضافت في بيان رد الدعوة أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية كما أكدت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وأوضحت أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسم الألية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة الرابعة والستين وأكدت المحكمة أن حل البرلمان لا يقع ضمن اختصاصها مشيرة إلى أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستورية لكن بعد انتهاء ترقب حل البرلمان يبدأ ترقب جديد يحرك الشارع العراقي تجاه معرفة ما ستقول إليه مفاوضات العملية السياسية بعد قرار رد دعوة حل مجلس النواب لما له من قراءات في الصالونات السياسية والأبواب الخلفية لمحاولة إنهاء الأزمة لا أن يعمقها من جديد سيما أن المحكمة كشفت عن أهمية الثقة المواطن بمؤسسات الدولة والتي تأثرت كثيرا بعد أن تراجع الواقع العام في البلد سيما في الواقع الخدمي وانتشار الفساد المالي والإدارية